كما دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن محاولة الاعتداء الآثمة لحرق كنيسة الجثمانية في المدينة المقدسة وصفة إياها بالجريمة البشعة والمدانة وطالبت الوزارة السلطات الإسرائيلية التقيد بالتزاماتها وفق القانون الدولي ومحاسبة الفاعلين مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأفعال وأكدت الخارجية أن المملكة وانطلاقاً من الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ستواصل دورها في حماية ورعاية هذه المقدسات